السلام عليكم اليوم بيم جاب مجموعة الهميزة سعدي تشوفوهم معايا في هذا الفيديو والثامن ديال لكل حاجة بتفصيل واللوينات اللي فيهم خليكم معايا انا شرح لكم كل شي ان شاء الله هادي فيها ثلاثة دلوان كدير 9-40 درهم هاد القريعات ديال العطرية احتهما فيهم ثلاثة ديال اللوان والحجم ديالهم كبير برشي شوية ما شبحة اللي كيبانو في التصاور الثامن ديالهم ستد درهم هادو كانت المخاطفة عليهم هاد القريعات ديال العطرية هاد البكية ديال الكيسان ستد الكيسان بتعودو 50 درهم فيهم هاد الماغون هادا وفيهم نذرقها وعديبا مدابة شوية الكاليتي ديالهم رائعة انا اللي شفتهم مباشرة ها ها هوا ملوينات اللي فيهم بجوج ستد الكيسان بكية فيها ستة بتعودو 50 درهم من بعدها تشوفوا القريعات اللي كيجوا معاهم بالحق كيتباعوا الكيسان بوحدهم و القريعات بوحدهم هادا اللي الزرق ديالهم تهوى رائع ومباشرة رائعي الجودة ديالهم رائعة هادا الحجم الصغير كيل الحجم الكبير لقيتو ما كاينش هاو مستد الكيسان بتعودو 50 درهم هاد زليفات هادو بحداشل درهم فيهم ثلاثة دياللوان الزرق والصومو والماغو هادا المتوسط ديالو بحداشل درهم هادا الكبير سبعتاشل درهم هادا القريعات بتسودو 90 درهم هي اللي وريتكم قبيل الكيسان ديالها ما كاتبشيش مع الكيسان ديالها كل حاجة كيتباع بوحدها وكينا الماغون ديالها ننوريها لكم دابا شوية هادا الماغون ديالها هي هاد القريعات زوينة ولكن يلا جينا ننظفوها صعيبة في ديال عندها ضيق دا كل فم ديالها باش تنظف هادي جولة على هاد شي اللي جابو محدو مرتب حيت مشي تمكري قبل ما يجي الفوضى ويترون كل شي هادي نظرها عمع لكل شي اللي جابو هاد القريعات والمنظيمات وكل شي صافيه انتم كتشوفوا معايا هاد القريعات المنظيمة اللي جابو من البعيد باش يبانو لكم الاشكال والاحجم ديالهم حيت فاش كان زومي وعليهم ما تيبانش الحاجم ديال كل حاجة بوحدها من البعيد كيبانو لكم الاحجم ديالهم هاد بكية فيها ربعة كيتباعوا بربعة كيمشيوا بربعة كنضن بتسعود وثلاثين درهم اه تسعود وثلاثين درهم اربعة ديال القريعات في البكية وفيهم الالوان هادو بقالهم سيماني لفاسة هاد الالات هانا كان نرجع لها الطبيس لاتليكا نورا ديجا اذكرت الثامان ديالهم هادي ديال العاصر ولا ديال الماء كتدير تسعود وخمسين درهم بسوبر ديالها تسعود وخمسين درهم كيتهز ثلاثة لتر هي ديال الزاجو سوبر ديالها ديال البلاستيك كيتهز ثلاثة يطرب تسعود وخمسين درهم هاد ثلاثة بسلات ديال اينوكس بمية وخمسين درهم كيمشيوا بثلاثة ديال اينوكس هاد القريعات هادو فيهم ثلاثة ديال اللوان بثلاثة ديال اللوان بثلاثة درهم كيل الأصفر والأحمر والأزرق كيهز زويترو واحد الليتر ناشل درهم فيهم ثلاثة دلوان هادو القريعات اللي هادو صغيرين بثلاثة دراهم المتوسطين بتسعود دراهم والكبار بثلاثة درهم هادو كانت المخاطفة عليهم هادو هاو ما تيبان لكم هنا في الصورة بوضوح هادو صغيرين هادو بثلاثة دراهم رهم صغير ورين بثلاثة فيهم ثلاثة دلوان هنا الحجم الكبير من هادو كل منظيمات اللي وريتكم قبيلة الحجم الكبير كيدي ربعة وعشرين درهم كانين هادو ديال العطرية بتسعود دراهم فيهم ثلاثة دلوان حتى هما هادو بثلاثة درهم بثلاثة درهم بثلاثة درهم ديال العطرية فيهم ثلاثة دلوان هادو قريعات اللي كانوا مخاطفة عليهم هادو بزاف أمت WATSE هاامر بن لطر طريقة هادو الغوز ديالها بالمغطاية ديالها كتسد وهذا القراءة هادو بتسعود دراهم فيهم ثلاثة دلوان الغوز والكحل والخضر كتسزيترو واحد ليلتر تسعود دراهم ثلاثة دلوان بالمغطاية كتسد مزيان كتسد مزيان من كل الجهات هي ما فيها لفتحال اولو وهذا القراءة ديال الدراري الصغار تسعود دراهم فيهم جوجد دلوان الغوز والزرق كتسزر بعيطرو هادو كنرجعو كنصور هادو الناس عجبوهم بززاف فخدوا منهم داكشي باش كنرجعو نولي نصوروهم باش كيبال الحجم ديالهم هنا كنصور من البعيد باش كيبالو الأحجم على حقيقتها فاش كتصور من البعيد كتبالو الحجة المتوسطة والحجة الصغيرة والحجة الكبيرة ماشي بحال فاش كنشد كل حاجة بوحدها ما كتعرفوش التبصيل الكبير من التبصيل الصغير من البعيد كتبا صورة بوضوح على الأحجم ديال كل حاجة صاب فيهن كيبانو داك القريعات بوضوح تلالوان اللي فيهم من البعيد تايبان كل شي بوضوح الوان والأحجم اللي فيهم تايبانو مزيان هاوما هاد الباكية اللي فيها 4 بتسعود و 30 درهم ارجعت صورتها عن قرب باش تزيدو تشوفو داك الشكيلات اللي فيها وتشوفوها عن قرب كيف دايره 4 بتسعود و 30 درهم ووراهم حجم ديالهم كبير هاد الحجم الصغير ديالها الحجم الصغير ديالها مرقيتش ثمن ديال يوقع ما عرفت شواقلتها هي تسعود و 30 انا زيت نتأكد لا تسعود و 20 درهم الصغيرة ديالها بتسعود و 20 درهم و الكبيرة بتسعود و 30 درهم فيهم جو شكيلات هات شكيل بحل العراشات و شكيل اللي بينتق بايله بحل الفخوي هاد الطاصات بالمغطاية ديالهم كي تسدو مزيان استدرها من الوحيدة فيهم ثلاثة دلوان ولا ربعات اللوان ما كانش داك الغوز مفتوح كي الغوز مغلوق والغوز مفتوح والزرق والخضر بستة الدرهم فيهم اربعات اللوان هاد القريعة ديال الزيت شكلها زوين كتدير تسعود درهم فيها كتزن 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 500 سنتيليتر هاد ما كتزش كاملة فيها واحد الفتحة كتبقى مفتوحة هاد شي باش معجباتنيش هاد شوية هي شكلها زوين وكل شي و لكن عندها واحد الفتحة من الفوق ما كتزش هادا ديال هادا تقم ديال التنظيف كانوا كيقلبوا عليه الناس بزاف هاو ما جابوه في بيم كيدير 120 درهم راح كانت ثمانو غالي فاش كانوا عدبانو كانوا كيدير 300 درهم دابا 120 درهم في بيم سافي كان نرجع كندير لكم جولة باش تشوفوهم جموعين هاد الميزة اللي جابوه هاد الفران اتي مات جابوه سي من اللي فاتت شو ما كانش عندي الفرسان صوره هو مفتوح كانوا سادينو دابا حطوه مفتوح جاتني الفرسان صوره لكم باش تشوفو هاد البطنات اللي فيه ودرجات الحرارة اعلى درجة حرارة فيه 300 هنتو ما كتشوفوه مفتوح كيبان بوضوح 8 ديالو 890 درهم فيه جوش طبقات وفيه الطبصين المدور وفيه الطبصين المربع كاتبين عليه كيهز 50 لتر فيه 643 سنتيمتر على 513 كاتبين عليه دوبل فيتخاج يعني دك الجاج عندهم دوبل ما نخافوش يترتقوا ولا شي حاجة الله يستر مهم هوا عن قرب هادا كيف قلت جابوا السيمان اللي فاتتو لكن ما كانش مفتوح هاد طباسلات ب30 درهم وصافي تكونوا هاد طباسلات اخر حاجة صورتهم ونتمنى يعجبكم الفيديو ويلا عجبتكم هاد الجولة انتمنى تضغطوا على زر اشتراك وإلى جولة مقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر